أعلنت مصادر طبية استشادة فلسطيني ليلة الماضية متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسابيع وكان شاد غبيش البالغ من العمر 38 عاما وهو مسكان حي الزراعة شمالي رمالة قد أصيب في مواجهات اندلعت في مخيم الجلازون قبل ثلاثة أسابيع وبذلك يرتفع عدد شهداء الهبة الفلسطينية إلى 144 شهيدا وشهيدا من بينهم أطفال ونساء وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية